السلام عليكم ازاك يا بنات عمين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام قبل كده عملنا تنظيف الطايلت بالبيبسي والبرسلين كنا عمينه بالبيبسي ومعجون السنان للمرة المليون بقول لكم امعد شراءه بالبيبسي الاسود ده بالذات هو عايز اقول لكم يعني لو تعرفوا هو متكون من ايه اكتر من 40 مكون وكلهم يعني يستغفروا الله العظيم مواد مضرة جدا 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 ومتهيق ليبان قوي للناس اللي جربت النصيحة بتاع تنظيف الحمامات بالبيبسي يعني ازا كان هو بياكل الجير اللي في الحمامات بيعمل ايه في معدتنا بقى المهم النهار ده عايزين بقى ننظف الحمام النظافة اليومية مش هيعملوا معاكم طبعا انا اقول لكم بس على الوصفة بتاعته بس بصوا احنا المفروض ان احنا كل يوم الصبح بنقوم نلمع الحمام كده عالسريع ونرشه بحاجات علشان ما نسمحش انه يبقى ملوث او في اي بكتيريا اوكي عملتوا قبل كده معاكم بكلورور ومش عارف ايه بس برضو سمعت ان القولور ليه مشاكل صحية كتيرة على البشرة على سوري على يعني يعني اي مكان بترشيه في استعمال على قاعدة الحمام بقى البني وانت كده كده جديك بتلمسها يعني او جسمك بيلمسها فسمعت برضو انه هو ليه ضرر كبير جدا على جسم الانسان وده من خلال دراستي برضو فقلت علشان نعمل حاجة تكون كويسة نجرب حاجات تانية ونشوف فجربت الوصفة دي شوية وعجباني ومريحاني وكل الحاجات اللي فيها كويسة اوكي طيب كل انا عايزة عايزة شوية دبسي اسود عايزة اقول لكم ولاينا بجيب ازازة نيل لتر باركنحة في التلاجة علشان التنضيف ولو كنتوا فاكرين قلت لكم على الوصفة بتاعة اللمون بالخل والمية اشر اللمون ما ترموش انقعيف خل ومية لمدة خمس ايام وبعدين شير القش واحتفظ دي بالمية فهيحتاج دي كمان وعايزة معايا كمان اي منظف من اللي هم بتوع الحمامات او اي منظف اللي هو زي كده مثلا رينول او مسح ارضيات الحاجات اللي زي كده برضو اللي هي ليها ليه هنفزة اقصد يعني ده رينول جل بخمساشر جنيه من كازيون مش هتلاقو في اي حتة الا كازيون حاجة كده فوق الوام وعايزة اقول لكم كمان هو مكتوب علي انه للفوت والملايات جربته حلو جدا جدا عايزة وريكم هو مكتوب ايه اهو مش عارف بينلكم بقى ولا لأ الفوت والملايات والاسطح والحمامات والمطابخ والسجاد حاجات كتيرة جدا واخر حاجة هحطها معايا هي ديتول طيب هجيب بخاخة زي دي كده هي دي الامع بتاعنا مش عارفة هي هتبلوكم بقى ولا لأ هحط الببسي وهحط قد الببسي مية اللي هي دي قد الببسي بالزبط يعني انا خدت ربع كباية ببسي هاخد كمان ربع كباية مية اللي هي خل ولمون ومية ها دي الربع كباية هحطها برضو وهحط غطة ديتول علشان الجرسيم بقى وربنا يعافينا يعني وده حمام شايفين بيتفعل ازاي والنابين عايزاكم تشوفوا بيتفعل ازاي مع الببسي شايفين ادي تول عامل ايه مع الببسي يعني باللعلكم ما تشربوا الببسي ده خالص 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 اخر حاجة هحطها الرينول ده تقيل جدا فهحط منه حوالي معلقة واحدة بس هنا وهرجع لكم على طول كده انا خلصت وطبعا كملت الازايزة بمية عادية بصوا بقى هنعمل ايه كل يوم الصبح اول ما تصحي من النوم اول ما تصحي من النوم بعد ما تخسيلي وشك كده وتتودي وتصلي رقعتين هاتي الوصفة دي خليها على طول في الحمام كل اللي انت هتعملي هترجيها وهترشي على كل الحمام سواء بقى بانيو حوض قعدة طايلت حتى الشرشوبة بتاعت الحمام ورشي رشي على طول كده واسبيها خمس دقايق وبعدين اشطفي على طول كده بمية كب بمية بس كده واشطفي ونزليها بالمساحة بتاعتك وخلاص هاتبقى الريحة بتاعت الحمام طول النهار حلوة جدا وانت ضمنا ان طول اليوم مفيش لجراسيم ولا بكتريا ولا اي حاجة وحشة في الحمام وفي نفس الوقت لو فيه اي بقع جرية سواء على حط البانيو او على الحمام او الحوض البيبسي هيشيلها والله العظيم عايز اقول لكم انا بقالي حوالي اسبوعين بعملها كل يوم الصبح انا شخصين بحس ان انا يعني بأمان ومرتاحة فاجربوها وشوفكم على خير في وصفات تانية كتير وقلوا رأيكم في دي سلام عليكم